بسم الله الرحمن الرحيم معكم سلسلة دروس الرياضيات للصف العاشر فصل الدراسي الثاني وهو آخر درس في الفصل الثاني وهو المعادلات المثلثية والمتطابقات نرجو أن تكونوا متفاعلين معنا من خلف الشاشات وتحميل برنامج قاري البر كود لكيو آر توقفنا في الحصة الماضية عند درس المتطابقات والمعادلات المثلثية المعادلات المثلثية ليس بجديد عليكم أخذت درس المعادلات من الصف السابع كانت معادلات من الدرجة الأولى وسميناها معادلات خطية ثم أخذت معادلات تربيعية أخذت أيضا معادلات جذرية اليوم سنأخذ معادلات مثلثية الخطية تمثل بخط مستقيم تربيعية مرفوع الأسف 2 جذرية تحتوي على جذر مثلثية اليوم سنأخذها تحتوي على نسب مثلثية الثلاث التي أخذتهم جاء والجتاء والضاء ومقلوباتهم القتاء والقاء والضتاء المعادلة هي عبارة رياضية كتعريف عبارة رياضية تكون صحيحة لبعض القيم المتغير وغير صحيحة لقيم أخرى أما القيم التي تكون عندها المعادلة الصحيحة تسمى بمجموعة حل المعادلة هذا المفهوم الرياضي للمعادلة سنأخذ تطبيقات وتمارين على إيجاد مجموعة حل المعادلة لما يقول لك أوجد قيمة سين أو أوجد مجموعة الحل هو مطلوب قيمة المتغير في المعادلة أي أن كان سين ها أي أن كان مسمى توجد قيمة هذا المتغير أوجد قيمة سين التي تحقق المعادلات الآتي علما بأن سين محصورة أو تتراوح ما بين الصفر وثلاثمين وستين درجة المعادلة الأولى واحد ناقص ضاء سين يساوي صفر واحد ناقص ضاء سين يساوي صفر أنقل مثل ما تعلمنا في درس المعادلة بنقل أو بوضع الأعداد في طرف والمتغير في طرف آخر وعملية النقل تغير الإشارة فلما أنقل السالب دائما أنقل السالب فيصبح عندي ضاء سين أنا نقلت السالب ضاء سين في الطرف الثاني فتصبح عندي ضاء سين فتصبح عندي ماذا ضاء سين تساوي واحد الواحد كانت في الطرف العيمن نقلت ماذا السالب ضاء سين في الطرف الثاني فأصبحت سين تساوي انا اتعلمت كيف اجيب ماذا اجيب قيمة السين من النسبة المثلثية وكانت استخدم بالآلة الحاسبة الكل يستخدم الآلة الحاسبة ماله عشان يتعلم بالاجراء كيف تتوقد الزاوية هنا السين عبارة عن زاوية السين عبارة عن زاوية تجيبها بالآلة الحاسبة وتطبق مع بعض كيف تجيبها بالآلة الحاسبة المطلوب هنا قيمة سين اللي هي تمثل الزاوية تساوي shift تضغط على زر shift بالآلة الحاسبة بعدين تضغط على تان اللي هو يرمز الى الرمز ضاء بين قوسين واحد ويساوي لو شفت سويت shift تان الكل يساوي بالآلة الحاسبة الزاوية واحد او الرقم واحد يساوي shift تان shift تان واحد سكر القوس يساوي 45 يساوي 45 هذه قيمة السين للنسبة المثلثية ضاء وانا اعرف سابقا من دائرة الوحدة عرفت بان ماذا ايضا ان الزاء تكون موجبة في اي ربع اي ضلاب العاشر تكون موجبة في الربع سمينا هذا الربع الاول وهذا الربع الثاني وهذا الربع الثالث وهذا الربع الرابع والزوايا معروفة من تبدأ من الصفر تسعين درجة مية وثمانين ميتين وسبعين وتبقى مرة ثاني دورة كاملة عنده ثلاثمائة وستين الزاء موجبة وين موجبة في الربع الاول وموجبة في الربع الثالث موجبة في الربع الاول وموجبة في الربع الثالث كيف أقيبهم الربع الثالث عرفنا أيضا هناك ملاحظة قلنا بأن في الربع الثالث تساوي ماذا؟ 180 زائد الزاوية زائد الزاوية فيصبح عندي إذن بما أن بما أن الضاء موجبة في الربع الأول والثالث إذن السين الأولى في الربع الأول 45 والسين الثانية تساوي ماذا؟ 45 أو 180 180 زائد 45 يساوي 180 زائد 45 يعطيك ماذا؟ 225 درجة إذن مجموعة الحل تساوي الزاوية 45 والزاوية 225 درجة هذا فيما يخص المثال الأول كيف توجد قيمة الضاء سين أو توجد قيمة المتغير سين واضح؟ نشوف المثال الثاني أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية أو التالية علم البنسين محصورة ما بين 0 و 360 للمقدار أو المعادلة 2 جتسين ناقص جذر 3 هذا قوس مضروب في جأسين يساوي 0 عندك مقدارين مضروبات ببعض يساوي 0 قوسين مضروبات ببعض يساوي 0 فهذا معناته مثل ما تعلمته في الصف التاسع إما إما القوس الأول 2 جتسين ناقص جذر 3 يساوي 0 أو أو ماذا؟ أو القوس الثاني جاء سين يساوي 0 إما أن المقدار الأول هو اللي يساوي 0 مضروب في عدد أو أن الأول هو صفر والثاني عدد أو الثاني عدد والأول صفر مقدارين مضروبات ببعض يساوي 0 فإما الأول يساوي 0 أو الثاني يساوي 0 هذا فيما تعلمناه في الصف التاسع أصبحت عندك معادلة عادية زيادة فيها بس النسبة المثلثية هذا الدرس من الدروس المهمة عندك في الرياضيات صف عاشر ودائما يدخل في الاختبار تنقل فإذا أقول ماذا؟ 2 جتا سين ناقص جذر ثلاثة يساوي 0 تنقل الجذر الثلاثة في الطرف الثاني دائما تحاول أولويا في النقل السالب فيصبح عندي 2 جتا سين يساوي جذر ثلاثة أنا أبغى قيمة الجتا فهذا يودي إلى أن نقسم على 2 2 يتروح معنا 2 ف جتا سين تساوي جذر ثلاثة على 2 جذر ثلاثة على 2 الآن أنا أبغى قيمة السين السين تجيبها بالآلة الحاسبة خليك شغال على الآلة حاسبة قيمة السين تساوي السين تساوي shift دائما في الدرس هذا قيمة السين تستخدم الزر shift وحسب النسبة اللي عندك ويش كوزاين تضع المقدار جذر ثلاثة على 2 بين قوسين وتشوف بالآلة حاسبة يلا يا شباب تابع معي shift كوزاين جذر جذر ثلاثة على 2 سكر القوس يساوي يساوي الزاوية كم ثلاثين فإذن أول قيمة للمقدار يساوي ثلاثين أول قيمة للسين تساوي ثلاثين إذن الجتا الجتا موجبة في أي ربع خلينا نشوف مثل ما شفنا في دائرة الوحدة لأن الجتا موجبة في أي ربع آية طلاب العاشر جتا موجودة في الربع الأول حسب كلمة كل والجا في الربع الثاني الضاء في الربع الثالث الجتا في الربع الرابع موجبة في الربع الرابع موجبة في الربع الأول وهي قيمتها ثلاثين موجبة في الربع الرابع وهي قيمتها كم في الربع الرابع ثلاثمائة وستين ناقص سين قيمتها ثلاثمائة وستين ناقص سين فإذن بما أن الجتة موجبة في الربع الأول والربع الرابع إذن السين تساوي ثلاثين في الربع الأول والسين الثانية تساوي ماذا؟ ثلاثمائة وستين ناقص ثلاثين اللي هي كم تساوي؟ تساوي ثلاثمائة وثلاثين درجة فإذن عنده قيمتين سين لما بثلاثين وثلاثمائة وثلاثين الآن المقدار الثاني في القانب الثاني جاء سين تساوي صفر هذه جاهزة المسألة بالآل الحاسبة على طول السين تساوي شفت شفت ساين صفر وتقيم بالآل الحاسبة كم يساوي؟ شفت ساين صفر يساوي يساوي صفر يساوي صفر فإذن الصفر هي هل ضمن مجموعة الحل؟ ليش؟ لاحظ معي الفترة الصفر ما من ضمن مجموعة الحل فالصفر ما من ضمن مجموعة الحل فإذن على طول ماذا تساوي؟ إذن مجموعة الحل مجموعة الحل تساوي ماذا؟ تساوي الزاوية ثلاثين والزاوية ثلاثمائة وثلاثين ليش؟ ما كده ابن الصفر؟ لأنها ما من ضمن مجموعة لو كان هنا علامة مساواة كان أضمنها من ضمن ماذا؟ مجموعة الحل ولكن المساواة لا توجد فإذن الشرط حسب الشرط اللي عندك تقيم الزوايا حسب الشرط اللي عندك واضح؟ نشوف تمرين آخر أو قد مجموعة حل المعادلات المثلثية إذا كانت الها محصورة ما بين الصفر وثلاثمائة وستين درجة عندك مقدارين مضروبات ببعض يساوي صفر مثل ما تعلمنا في صف التاسع طلاب العاشر أنه لما يكون عندي مقدارين مضروبات ببعض وناتجهم يساوي صفر فأقول إما القوس الأول اثنين جاها ناقص واحد يساوي صفر أو أو ماذا اثنين جاها ناقص واحد ناقص واحد يساوي ماذا يساوي صفر همشي مع بعض بالخطوات اثنين جاها ناقص واحد يساوي صفر أنقل الواحد في الطرف الثاني بإشارة مخالف وعملية النقل تغير الإشارة السالب ينقل الموجب والموجب ينقل سالب اثنين جاها يساوي واحد أنا أبغى قيمة الجاها فأقسم ماذا أقسم على اثنين الطرفين فتصبح ماذا عندي الجاها تساوي ماذا تساوي واحد على اثنين أنا أبغى قيمة الها اللي هي هنا الزاوية الها تساوي بالآل الحاسبة ويش تساوي بالآل الحاسبة يساوي shift كوزاين نص يساوي يالا اشتغل معي طلاب العاشر اشتغل مع بعض shift كوزاين نص سكر القوس يساوي ماذا يساوي ستين إذن الهاد يساوي ماذا ستين هذا الزاوية الأولى عرفنا بأن بأن ماذا بأن حسب دائرة الوحدة بأن الكوزاين موجودة في وين في الربع الأول حسب كلمة كل وموجودة في أيضا موجبة في الربع ماذا الثاني الرابع في الربع الرابع هنا الربع الثاني الجا والربع الثالث ضا في الربع الرابع كيف نقيب الزاوية 360 ناقص ه فإذن بما أن بما أن الجتا بما أن الجتا موجبة في في ماذا في الربع الأول والرابع موجبة في الربع الأول والربع الرابع فإذن الها الأول تساوي 60 الها الثانية تساوي 360 لأن في الربع الرابع كيف تعلمنا كيف نجيب الزاوية في الربع الرابع 360 ناقص ه اللي هي 60 تساوي 300 هذا فيما يخص الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثاني نشوف مع بعض 2 جتا ه ناقص 1 يساوي صفر أنقل السالب 1 في الطرف الثاني بإشارة مخالفة وهي 1 فيصبح عندي 2 جتا ه تساوي 1 إذن هذا يودي لأن ناقص مع الطرفين على 2 ف2 تروح مع الاثنين فتصبح عندي جتا ه تساوي نص أنا أبغى قيمة الها أبغى ماذا قيمة الها قيمة الها ويش تساوي تساوي shift كوزاين نص يساوي يلا نستغل مع بعض shift كوزاين افتح قوس نص واحد على 2 سكر القوس يساوي يساوي ماذا يساوي 60 والزاوية الثانية أيضا ماذا الجتا حسب مثل ما جبنا في الجزية الأولى الها الثانية تساوي ماذا 360 ناقص 60 وهي ماذا 300 فإذا أستنتق إلى أن مجموعة الحل هي الزاويتين ماذا 60 و300 تمام يا طلاب العاشر الشغل دائما هذه معلومات سابقة والدرس المعادلة مش جديد عليك الشغل بس تجيب ماذا زاوية كيف تجيب الزاوية بالشفت النسبة المثلثية المعطة مع المقدار وتتحصل على الزاوية الشيء الجديد اللي لا تنسى في الاختبار العاشر دائما طلابي تلخبط في الاختبار يجيب الزاوية في الربع الأول فقط وباستعجال وارتباك في الاختبار ينتقل على طول للسؤال الثاني ما ينسى يجيب الزاوية في الربع الثاني أو الثالث أو الرابع حسب النسبة إذا كان عندك جا تجيب النسبة الربع الأول والربع الثاني الجتة ربع الأول والربع الرابع والضاء ربع الأول والربع ماذا الثالث حسب الشرط المعطى في السؤال حسب الشرط المعطى في السؤال أيضا هذه نسبة المثلثية أوجد مجموعة حل المعادلة المثلثية جتة تربيع ها ناقص ستة جتا ها زايد 5 يساوي صفر أول ما يشوف الطالب هذه المسألة يرتبك نوعا ما تعامل معها كمعادلة تربيعية خطها تحليلها فتحلل هذه ملال قوسين تحلل إلى قوسين مضربات ببعض نادق ساوي صفر الجتا تربيع توزع خلال قوسين جتا ها وجتا ها ما هم العددين اللي حاصل ضربهم خمسة ومجموعهم ستة أو سالب ستة أحسنتم سالب خمسة وسالب واحد سالب خمسة وسالب واحد عند قوسين مضربات ببعض ناتجهم يساوي صفر حسب ما درسته في الصف التاسع إما القوس الأول جتا ها ناقص خمسة تساوي صفر أو أن القوس الثاني جتا ها ناقص واحد يساوي ماذا يساوي صفر الآن تمسك كل المقدار وتعلل على حدة جتا ها تنقل الخمسة في الطرف الثاني بإشارة مخالفة فتصبح ماذا تصبح عندي الجتا ها يساوي خمسة لو قيت بالآل الحاسبة وتبغى قيمة الثاوية الآن shift ماذا كوزاين اللي هو الجتا يساوي خمسة يساوي صفر لاحظ لاحظ أن هنا القيمة ماذا قيمة غير معرفة غير معرفة لو سوي بالآل الحاسبة وتأكد قيمة غير معرفة ليش لأن المدى للدالة الجتا في الرسم بياني أكبرها موجب واحد وأقل شيء سالب واحد فهذا راح تعرفوه في الحادي عشر بإذن الله صف الحادي عشر لما تأخذ الرياضيات البحتة وترسم دوال الجتا والجا فهنا راح تعطيك ماذا قيمة غير معرفة نتأكد شفت كوزاين للرقم خمسة يساوي شفت كوزاين خمسة يعطيك ماذا غير معرفة يعطيك غير معرفة أيضا الجتاها ننقل في الطرف الثاني فتصبح ماذا جتاها تساوي واحد أبغى قيمة الها فماذا يساوي شفت شفت ماذا شفت تحقوص واحد يساوي شفت كوزاين شفت كوزاين واحد يساوي شفت كوزاين الواحد يساوي يساوي صفر لاحظ معي هنا الشرط أيضا الصفر غير غير متضمن في الحل فإذا هنا وإيش ماذا الصفر هذه أيضا لا تنتمي للحل فإذا مجموعة الحل ما لها فاي مجموعة الحل هنا وإيش فاي لأن الصفر هنا ليس من ضمن مجموعة الحل واضح نشوف الجزية الثانية في الدرس هذا المتطابقات والمتطابقة يحتاج إلى نوع ما إلى التركيز ويحتاج إلى استحضار المعلومات السابقة اللي أخذناها في هذه الوحدة ورح نتطرق مع بعض لهذه المعلومات المتطابقة كتعريف هي عبارة رياضية صحيحة لجميع قيم المتغير عكس المعادلة المعادلة كانت صحيحة لبعض القيم وغير صحيحة لقيم أخرى بينما المتطابقة صحيحة لجميع قيم المتغير الحقيقية صحيحة لجميع قيم المتغير الحقيقية هذا هو الفرق ما بين المعادلة والمتطابقة وحل المتطابقة دائما تبدأ من الاتجاه الأيمن وتوصل إلى الأيسر أو العكس تبدأ من الأيسر وتوصل إلى الأيمن ولكن دائما تبدأ بالأجزاء السهلة تبدأ من الطرف السهل قبل لا نتطرق إلى تمارين على المتطابقات لابد أن تستحضر معك في هذا الدرس مجموعة من المعلومات التي أخذتها في هذه الوحدة أول معلومة أخذتها كان عندك ماذا؟ جت تربيعها زائد ج تربيعها كم كان قيمته؟ أحسنتم يساوي واحد القانون الثاني الذي عرفته في هذه الوحدة أيضا بأن قاها يساوي ماذا؟ واحد على جتها وكذلك أخذت أيضا بأن قتها رقم ثلاثة قتها يساوي ماذا؟ واحد على الجاها هذه معلومات أخذتهم في هذه الوحدة المعلومة الرابعة أيضا بأن الضتها تساوي واحد على ضها وكذلك أخذت من هذه رح أستنتك قانون آخر من هذه العبارة وتقول بأن بأن لو نقلت الجتة في الطرف الثاني فتصبح ماذا؟ قانون الخامس فتصبح أن الجا تربيعها يساوي أنقل الجتة في الطرف الثاني فتصبح واحد ناقص جتة تربيعها رح أسوي العكس أنقل الجا أنقل الجا فتصبح ماذا عندي؟ قانون السادس يصبح عندي ماذا؟ الجتة تربيعها يساوي واحد ناقص جا تربيعها تمام؟ الضتها الضاها أيضا القانون السابع أو المعلومة السابعة أن الضاها دائما عوض عن نبويش بجاها على جتة ه والمعلومة الثامنة أيضا أن الضتها عكس الضاها الضتها عكس الضاها وتساوي ماذا؟ جتة ه على جا ه هذه المعلومات التي ستستخدمها في درس المتطابقات لا بد أن تكون حاضرة عندك في هذا الدرس دائما هذه المعلومات لا بد أن تكون حاضرة عندك في هذا الدرس وتنطلق من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر أو الأكس ودائما تختار الطرف الأسهل للبداية الطرف الأسهل للبداية راح نشوف مع بعض عدة تمارين نطبق فيها مع بعض دائما الأسئلة دائما أسئلة ماذا؟ إثبات أثبت أن تثبت ماذا؟ تثبت أن ضاها مضروبة في قتاها يساوقها راح نطلق من الطرف الأيمن راح نطلق من الطرف الأيمن فأبدأ الطرف الأيمن يساوق ضاها قتاها الضاها راح عوض عنها بماذا؟ بهذا المقدار اللي هو الجاها على جتها يساوي جاها على جتها وأشوف أشوف ماذا سأحصل مضروب هذا بينهم ضرب لما يكون ما بينهم إشارة جمعة وطرح معناتها بينهم إشارة ماذا؟ ضرب قتاها القتا ماذا؟ مقلوب ماذا؟ مقلوب الجا هذه المعلومات القتاها مقلوب ماذا؟ الجا في واحد على جاها وش ألاحظ؟ ألاحظ أنه فيه اختصارات راح أختصرها تختصر ماذا؟ لو ضربت مقدارين ببعض راح أختصر الجاها مع الجاها في المقام جاها اللي في البست مع جاها اللي في المقام فتصبح عندي ماذا؟ يصبح عندي في البست واحد على جتها هذا المقدار واحد على جتها لو جيت في المعلومات اللي درستها لو عرضناها قبل شوي راح تلاحظها أنها تساوي ماذا؟ تساوي تساوي ماذا؟ قاها هذا المقدار أنه واحد على جتها بتساوي ماذا؟ بتساوي قاها وقاها لو نحط أنه ماذا يساوي الطرف الأيسر فتوصلنا إلى الطرف الأيسر انتهت المسألة إذا توصلت إذا بديت من الطرف الأيمن وحصلت أن الناتج اللي جالس تشتغل عليه يساوي الطرف الأيسر انتهت المسألة فأنت انطلقت من الطرف الأيمن وتحصلت على الطرف الأيسر إذن أثبت أن الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر وكذا انتهت المسألة بذل ما قلت تستخدم الثمان المعلومات اللي كتبتهم قبل المثال هذا وتعوض وتقري عمليات حسابية ضرب توحيد مقامات جمع طرح تتحصل بإذن الله على الطرف العيسر نشوف مع بعض أثبت صحة ما يلي يماني يقولك أثبت أن أو أثبت صحة ما يلي كلهم في درس المتطابقات تنطلق من الطرف الأيسر فرح أبدأ بالطرف الأيمن الطرف الأيمن يساوي ماذا؟ ساوي ضاء سين زائد واحد على ضاء سين يساوي دائما الطرف الذي يحتوي على إشارة جمع وطرح هو الأسهل يعتبر أما الآية اللي في ضرب وقسمه شوي نوع ما في تعقيد رح توصل ولكن بعمليات أكثر شوي أما اللي فيه دائما تبدأ من الطرف الذي يحتوي على إشارة جمع وطرح الضاء سين مثل ما قلنا قبل شوي بأنها تساوي ماذا؟ تساوي جاء سين على جتا سين زائد واحد على ضاء سين يعني مقلوب الضاء مقام بسط والبسط مقام وكتبتها قبل شوي الضاء جاء سين على جتا سين مقلوبها رح تكون ماذا؟ جتا سين على جاء سين يساوي الآن ألاحظ ماذا؟ ألاحظ كسرين هذا الكسرين مقاماتهم مختلفة لا يصح أن نجمع أو أن نطرح كسرين مقاماتهم مختلفة تعلمنا في صف الخامس كيف نوحد المقامات؟ توحيد المقامات سهل جدا ما هو الطريقة؟ تضرب المقامين ببعض أول خطوة تضرب المقامين ببعض المقام الأول جتا سين مضروف في جاء سين فيصبح عندي جتا سين ضرب جاء سين يساوي جتا سين جاء سين خطوة الأولى عملية ضرب المقامين ببعض الخطوة الثانية أضرب عملية المقص بسط الأول في مقام الثاني ومقام الأول في بسط الثاني عملية مقص فلما تضرب جا سين يضرب جا سين يعطيك جا تربيع سين زائد جا سين في جا سين يعطيك ماذا؟ جا تربيع سين الآن واش تلاحظ؟ تلاحظ بأن المقدار اللي في البسط مر عليه في هذه الوحدة وقيمته يساوي كم؟ قيمته يساوي واحد فإذا أشيله وخلي بداله كم؟ واحد فإذا يساوي جا ستربيع سين زائد جا ستربيع سين قيمته تساوي واحد استعرضنا فيها قبل شوي على جا سين جا سين لو ألاحظ الناتج اللي وصلت وصلت له في النهاية يساوي ماذا؟ يساوي الطرف الأيسر في المسألة مدام توصل في الطرف الأيسر إذن المسألة انتهت وتقول يساوي الطرف الأيسر وكذا انتهت المسألة واضح؟ تنطلق دائما من الطرف اللي يحتوي على شارة جمع وطرح لأنه أسهل وتعوض المعلومات اللي أخذتها سابقا الجا والجتا والضا النسب المثلثي الضا عبارة عن جا على جتا الضتا جتا على جا والقا واحد على جتا والقطا واحد على الجا والجا تربيع زائد جتا تربيع يساوي واحد هذه المعلومات الأساسية في درس المتطابقات نشوف تمرين آخر عشان تثبت المعلومة عندك بعض من الطلاب يدقي ربكة لما يشوف مسألة بهذا الشكل ضتا تربيعها مضروف في قا تربيعها ناقص واحد يساوي واحد أنت تعلمت كيف تبسط المسائل الضتا تعرف قيمتها جتا على جا والقا تعرف قيمتها واحد على جتا عوضهم ويجري العمليات الحسابية الأساسية التي تعرفها الضتا سأشيلها فإذا سأنطلق من الطرف الأيمن وأوصل إلى الناتج واحد الذي يساوي الطرف الأيسر ضتا تربيعها مضروف في قا تربيعها ناقص واحد الضتا قيمتها كم؟ جتا تربيعها على جا تربيعها مضروفة القا القا تربيع هو ماذا؟ مقلوب الجتا واحد على جتا تربيعها ناقص واحد الآن ويش أسويه؟ أضرب المقدار اللي برع القوس في الحد الأول داخل القوس وفي الحد الثاني عملية ضرب لما أضرب ركز معي إذا ضربت خلينا نضرب يلا جتا تربيعها على جا تربيعها أضربها في المقدار واحد على جتا تربيعها ناقص الواحد هنا رح أضربه في المقدار اللي برعه اللي هو يعطينا ماذا؟ جتا تربيعها أي شفي واحد يعطيك نفس المقدار على جا تربيعها لاحظ معي ركز الجتا تربيع رح تروح مع الجتا تربيع فيصبح عندي ماذا؟ واحد على جا تربيعها ناقص ماذا؟ ناقص جتا تربيعها على جا تربيعها براكزين معي الآن لو لاحظت أن المقامات موحدة المقامات موحدة جا تربيع المقام الأول جا تربيعها والمقام الثاني جا تربيعها فراح أجري عملية الطرح على نفس المقام اللي هو جا تربيعها جا تربيعها الآن أطرح واحد ناقص جتا تربيعها واحد ناقص جتا تربيعها أخذناه قبل شوي واحد ناقص جتا تربيعها يساوي ماذا؟ يساوي جا تربيعها من وين؟ خلينا نستفكر من العلاقة جا تربيعها زائد جتا تربيعها يساوي واحد فلو نقلنا لو نقلنا الجتا في الطرف الثاني فتصبح جا تربيعها يساوي واحد ناقص جتا تربيعها هذه أخذناها قبل شوي أشيلها وخلي بدالها ماذا؟ الجا تربيعها جا تربيعها على جا تربيعها جا تربيعها على جا تربيعها يبقى لك ماذا؟ يتروحن يبقى لك ماذا؟ يبقى لك ماذا؟ واحد ويساوي الطرف العيسر ويساوي الطرف العيسر خطوات أهم شيء تعوض أو تكون عندك حاضرة المعلومات التي قدناها قبل شوي نشوف هذه أثبت صحة المتطابقة ضاها زايد ضتها سوقاها مضروبة فيقتها هذا الدرس من الدروس المهمة ورح تدخل عندكم بالاختبار النهاي رح تدخل عندك بالاختبار النهاي رح ننطلق من الطرف الأيمن يساوي ضاها زائد ضتها الضاها قيمتها كم؟ الضاها قيمتها جاهة على جتها من وين قبتها يا أستاذ؟ من عندما أخذتها في الصف؟ في هذا الوحدة تكون حاضرة عندك زائد الضتة مقلوب الضا إذا كان ضا جاهة فضتها واحد على ضاها يعني تقلب المقام المقام بسط فتصبح عندك جتها على جاها إذن رقعنا إلى توحيد مقامات كسرين مجموعات ببعض مجموعات مع بعض مقاماتهم مختلفة لا يصح أن تجري عملية الجمع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد توحيد المقامات توحيد المقامات سهل جدا تضرب المقام الأول بالمقام الثاني المقام الأول جتها والمقام الثاني جاء ضربتهم مع بعض فتصبح ماذا؟ جاها مضروبة في جتها أو العكس صحيح جتها في جاها بعد ما تضرب المقامين ببعض تضرب عملية مقص أو ضرب مقص تضرب بضرب ماذا؟ مقص كيف تضرب؟ بسط الأول في مقام الثاني ومقام الأول في بسط الثاني جاها في جاها يعطيك ماذا؟ جا تربيعها و جتها في جتها يعطيك ماذا؟ جتها تربيعها الآن أنا أعرف بأن هذا المقدار دائما يمر عليه كثير إن جا تربيعها زايد جتها تربيعها يساوي واحد أشيله وخلي قيمتكم واحد على المقام اللي وحدته جتها على جاها هذا لو قيت بسطت أكثر فعبارة عن ماذا؟ عبارة عن واحد على جتها مضروب في واحد على جاها وهذا المقدار جاها أو واحد على جتها يساوي قاها وواحد على جاها يساوي ماذا؟ قتها فإذا لو لاحظت بأن هذا المقدار يساوي الطرف الأيسر في المسألة ما دام توصلت إلى الطرف الأيسر فإذا حلك صحيح وتقول ماذا يساوي الطرف الأيسر وكذا انتهت المسألة وهذا هي طلاب العاشر هذا فيما يخص ماذا؟ فيما يخص درس المتطابقات الآن راح أعرض عندكم مسألة تفاعلية تفاعلوا معنا في الحصة عن طريق قاري البار كود الكل يصور هذا البار كود واللي يدخل على السؤال راح يحصل صفحة فاضية ينتظر بس ننتظر زملاكم يدخلوا بعد ذلك راح نرسل السؤال اللي يوصل إلى الصفحة ينتظر اللي يوصل إلى الصفحة ينتظر ما يستعجل عشان نرسل السؤال يكون وصل للجميع يلا ثلاثين ثانية ثم راح أنتقل أو راح أرسل السؤال اللي يدخل راح يحصل صفحة فاضية بس ينتظر لا يستعجل ينتظر لا يستعجل راح أرسل السؤال يلا ثلاثين ثانية أيوا في طلاب وصله اللي يوصل ينتظر هذا وصله جنان المعمري ومنار وداود الهناي رغد زينب العريمي الريان هدوى يلا اللي يوصل ينتظر بس إذن كده راح أرسل السؤال أرسل السؤال كده راح يكون السؤال عندكم أيوا كده وصل يلا يا طلاب أريد أشوف حلكم يلعوض بتعويضات اللي أخذناهم اللي ما وصلت عنده الصفحة يسوي تحديث يسوي تحديث يلا طلاب العاشر أسرع شوي اللي ما وصل عنده السؤال يرجع يحمل يسوي تحميل أو ماذا في نور مثلا نور عندنا بدأت تحل هايوة يا نور واصلي ممتازة ممتازة نور إذن نور كده الأول يلا يا داود أحسنت من هنا يا رغد أيوة ممتازة واصلي يا رغد واصلي أحسنت يا جنان جنان سليمان المعمري ممتازة نعرض حلك ممتازة بارك الله فيك حل نموذقي حل نموذقي والحل مرتب ما شاء الله موفقة دائما يا جنان وإذن هنا نور أحسنت يا نور واصلي واصلي ممتازة إذن جنان ممتازين اللي هنا بعد من المهند السلطي واصل هنا منار هذه حل أحسنتي أحسنتي يا منار حلك صحيح هنا في أدوى بدأت بالسؤال الثاني ممتازة حل لك صحيح أيوة ممتازين آية حل لك صحيح اللي ما تحمل يرجع يحمل علي العقمي راجع حل لك علي تفك القوس على طول تفك القوس مثل ما تعود تفك قوس لكل تربيع ممتازة يا نور سليمان مغيزوي يلا نرجع نحل مع بعض من هذا باسل مش كده باسل نرجع نحل السؤال مع بعض نشوف أثبت صحة المتطابقة القذر التربيعي لجا ألف زايد أو مضروف في جتا ألف مضروف في ضا ألف يساوي جا ألف قالك تثبت أن الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر فرح تبدأ رح تبدأ بالطرف الأيمن الطرف الأيمن يساوي الجذر التربيعي لجا ألف في جتا ألف ما أقدر أبسط إلا الض الض يساوي ماذا جا ألف على جتا ألف يلاحظ أن الجتا ألف ستذهب مع الجتا ألف فيبقى لماذا الجا ألف مضروف في جا ألف يساوي القذر التربيعي لجا ألف تربيع التربيع يروح مع القذر فيبقى لجا ألف إلا هو ماذا يساوي الطرف ماذا الأيسر يساوي الطرف هذا حل الأول الحل الثاني حل سهل جدا أنك تبدأ من الطرف الأيمن يساوي تفك الأقواص قوس لكل تربيع فيساوي ماذا؟ مربع الأول الأول جاء مربعه جاء تربيع سين نفسه إشارة القوس إشارته موجب فإذا موجب الأول في الثاني في الثنين الأول جاء سين الثاني جاء تا سين مضروب في الثنين فيصبح عندي ثنين جاء سين زائد مربع الأخير أو الربع الثاني الثاني جاء تربيع سين مربعه جاء تربيع سين ألاحظوا إش؟ ألاحظ أن هذا جاء سين وزائد جاء سين تساوي كم قيمتهم؟ تساوي قيمتهم واحد إذن ألاحظ أن جاء سين زائد جاء سين تساوي واحد إذن أشيلهم وخلي بدالهم واحد واحد زائد البقى ويش تبقى؟ تبقى اثنين جاء سين جاء سين وتساوي ماذا؟ الطرف الأيسر تساوي الطرف الأيسر مدام توصلت إلى مقدار يساوي الطرف الأيسر إذن انتهت عندك المسألة وبكذا وصلت إلى الحل كذا وصلت إلى الحل إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم عسى على أمل اللقاء بكم في دروس أخرى ونتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء